اشتركوا في القناة قيادة فخمته مشيدا سموه بهذه المناسبة بالعلاقات الاخوية الراسخة والروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو على كافة الصعود كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيدة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية اشتركوا في القناة